تستطيع المرأة الحامل مع عرفة وجود الحامل قبل موعد الدورة الشهرية من خلال إشارات يبدأ الجسم بإرسالها قبل موعد الحيد وفيما يلي بعض هذه العلامات أولا نزيف الغرس والتشنج والتي تشعر الحامل عنده بتشنجات في الحيد وحدوث نزيف قبل أسبوع أو أسبوعين من الدورة الشهرية ويحدث الزرع عندما تنغرس البويضة المخصبة في بيطانة الرحم ذلك بعد ستة أيام إلى عشرة أيام من الإبارة وهو نزيف قفيف إذ يلاحظ في شكل وجود بضع قطرات من الدم في الملابس الداخلية الخاصة أو أثناء مسح المهبل ويستمر لعدة ساعات أو أيام وفي حال كان النزيف شديد فإنه يبدو علامة على الإجهاض أو قدوم الدورة الشهرية ثانيا ارتفاع درجة حرارة الجسم وهي من أولى علامات الحمل إذ يعرف حدوث الحمل من خلال هذه العلامة ثالثا وغز الحلامات فيزداد تدفق الدم إلى الثري مع زيادة هرمون الحمل ويؤدي إلى الإحساس بالوغز في حلامات الثري رابعا الشعور بالتعب ويحدث التعب أحيانا من دون سبب بالإضافة إلى الشعور بالنعاس طوال الوقت وهذا يبدو عارضا مبكرا للحمل بسبب الارتفاع في هرمون البروجسترون بالإضافة إلى أن الجسم يزيد من تدفق الدم لدعم نمو الجنين مما يؤدي إلى الشعور بالتعب خاصة إذا كانت تعاني الحامل من نقص في المعادن والفيتامينات والحديد والسوائل في نظامها الغدائي خامسا الغثيان الصباحي والذي يعد علامة شائعة للحمل المبكر إلى أنه يصيب الحامل في الأسابيع الأولى وقبل موعد الدورة إذ تشعر بالدوار والضعف سادسا الانتفاخ والشعور بالضيق حيث أن الانتفاخ من أكثر الأعراض شيوعا للحمل قبل موعد الدورة وتتكون الغازات بسبب هرمون البروجسترون وللتخلص من الانتفاخ ينصح بأن تتناول الحامل كميات قليلة من الطعام خلال اليوم لتسهيل الهضم وتجنب الأطعمة المقلية والدهنية واختيار الأطعمة الصحية سابعا الدوار وهو من الأعراض الأولى للحمل وينتج من انخفاض في ضغط الدم ومن الطبيعي أن تشعر الحامل بالدوار مع توسع الألويات الدموية وارتياحها مما يقلل من ضغط الدم سابعا تقلبات المزاج فتؤثر التغيرات في مستويات الأيد والهرمونات في النقلات العصبية والمواد الكيميائية في الدماغ والتي تنظم المزاج لذي يبدأ هرمونا الإستروجين والبروجسترون بالتأثير في المزاج ثامنا الصداع وآلام الظهر والذي يحدث بسبب انخفاض مستويات السكر في الدم لذي تواكب خلايا الدماغ في هذه الأثناء انخفاض مستويات السكر وإمدادها ويعز سبب الصداع إلى إفراز الهرمونات الأنثوية والتي تجهز بطانة الرحم لنمو الطفل تاسعا طعم غريب في الفن فغالبا ما يبدو هذا الطعم معدنيا ويظهر في مراحل مبكرة ويدل على الحمل وقد يستمر عند بعض النساء مدة أطول من السلس الأول من الحمل عاشرا العطش الشديد والذي يحدث بسبب زيادة حجم الدم في جسم الحامل مما يؤدي إلى شعورها بالعطش الشديد احدى عشر تغير مخاط عنق الرحم لأن حدوث تغيرات في مخاط عنق الرحم يعد دلالة على الحمل ويصبح مخاط عنق الرحم أكثر سمكا حتى غياب الضوة الشهرية اثنى عشر قسر النفس ذلك لأن الجسم يطلب المزيد من الأكسوجين والدم للأم والجنين ويستمر ضيق النفس مع نمو الجنين ثلاثة عشر اللعاب الزائد فعلى رغم أنه ليس عارضا شائعا لكن بعض النساء يزداد إفراز اللعاب عندهن قبل غياب الدورة الشهرية ويعد دلالة على الحمل وترتبط هذه الحالة بالغثيان الصباحي وحرقة المعدة والذان يسببان إنتاج كميات أكثر من اللعاب في الفم أربعة عشر حب الشباب فمن الشائع ظهور حب الشباب قبل بداية مرحلة الدورة الشهرية وربما يعد ظهور حب الشباب قبل غياب الدورة الشهرية دليل على الحمل خمسة عشر الأحلام فتعاني بعض النساء من أحلام غريبة قبل غياب الدورة الشهرية وقد تستمر لأول أسبوعين من الحمل ستة عشر الرغبة الشديدة في تناول الطعام والحساسية تجاه الروائح فتلعب هرمونات الحمل دورا رئيسيا في جعل الحامل تشتهي أضعمتها المفضلة وقد تسبب هذه الهرمونات كرهها لبعض الروائح وتحدث الحساسية المفاجئة والشديدة تجاه الروائح والأذواق النفاذة خلال الأسابيع الأولى بعد الحمل وقد تستمره طوال الحمل أو لا تستمر كما أن بعض الحوامل يفقدن شهيتهن قبل موعد الدورة الغائبة سبعة عشر زيادة الحاجة إلى التبول فتعد زيادة الحاجة إلى التبول هي علامة أخرى بارزة من علامات الحمل إذ مع التغيرات الهرمونية وزيادة كمية الدم المنتج في جسم الحامل تعمل الكلا عملا إضافيا لترشيح الأم مما يؤدي إلى الرغبة في التبول في كثير من الأحيان وتعاني النساء الحوامل جميعهن تقريبا من هذه الرغبة والتي تعد واحدة من أولى علامات الحمل ويبدأ حدوثها بالقرب من موعد دورة الحيض الغائبة